سين ما الأمور التي يحاسب عليها العبد ويسأل عنها يوم القيامة جيم يحاسب العبد يوم القيامة عن أعماله في الدنيا وإن حوسب عليها في القبر وأول ما يحاسب عليه الصلاة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تأخذ الأعمال على ذاكم ويسأل العبد يوم القيامة عن أمور منها ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنثقه وماذا عمل فيما علم وتسأل الأمم يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين فعلى العبد العاقل الحريص على نجاة نفسه أن يعد للسؤال جوابا والله أعلم